سائل يقول فضيلة الشيخ صالح كيف السبيل إلى صلاح القلب وسلامته من الشوائب صلاح القلب وسلامته من الشوائب يكون بإصلاح العمل إصلاح العقيدة العقيدة بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى وإصلاح العمل لأنه والكثير من ذكر الله كما قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب فهذا من أسباب انشراح الصدر وطيب القلب الاكثر من ذكر الله كما أن الغفلة عن ذكر الله تقس القلب كذلك كثرت المزاح وكثرت الكلام كثرت فيما لا يفيد هذا مما يقس القلب أيضا نعم